طيب هنروح لكرة اليد سيدات كان في مباراة لو تفتكروا مع سبورتينج هذا الاسبوع في الجولة الخمسة في مباريات السوبر أو دور السوبر بقى أو دور النخبة زي ما بنقول في كرة اليد سيدات كان ما الاهلي وسبورتينج وكانت المباراة دي مباراة ثقرية لأن طبعا سبورتينج خرج النادي الاهلي من كأس مصر من قبل النهائي وده كان حاجة مفاجأة للجميع وكان فرق هدف ولكن المباراة اللي خلصت منذ يومين من الاهلي وسبورتينج خلصت 29-21 زي ما يكون النادي الاهلي كابتن يحي يوسف على المدير الفني واللعبات بيأكدوا لا احنا اقوى واحنا احق 29-21 فرق 8 اهداف مع فريق كيبيرزا سبورتينج لا واضح ان المباراة كان عندنا عدم توفيق في مباراة الكؤوس وهذه هي مباراة الكؤوس الكؤوس ملهاش اي يعني معايير مباراة الكؤوس مباراة وتكسبها ولكن فوزنا بالشكل المريح ده احنا الحمد لله بنأكد صدرتنا وان شاء الله دوري السوبر او دوري كرة اليدي للسيدات ان شاء الله مش يخرج من الاهلي السنة دي فريتنا بعد المطش ده فضرت على صدرت الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق اربع نقاط كاملين عن سبورتينج واللي بييجي في المركز التاني كده بشكل كبير جدا احنا حسامنا دوري السيدات بشكل كبير ولكن كل الامور يعني لازم تؤخذ بالجد يعني ما فيش مشكلة خالص ولكن فرق اربع نقاط ولسه ممكن سبورتينج يخسر مباراة او حاجة بس الفرض ان شاء الله ان احنا ماشيين زي الفل وفوزنا كل مبارااتنا كل التوفير لكابت ناحية يوسف اعفنا صفحة الكاز لركز في دور السوبر وارد لكل حصان انكابوة ان شاء الله بطولة القاهرة والسوبر بتوعنا بإذن الرحمة